إذن المشاهدين الكرام بشأن هيمنة إيران على السوق العراقية والأسيما المحاصيل الزراعية معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي دكتور يحيى السنبل مرحبا بكم دكتور يحيى معنا أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام إياكم الله دكتور يحيى بحسب الحكومة الإيرانية يعني صدرت إيران بضائع إلى العراق طبعا أغلبها محاصيل ربما زراعية ومنتجات أخرى المهم كان المبلغ هو مليار وستمائة مليون دينار في غضون شهرين آذار وآيار يعني آذار ونيسان وآيار خلال ثلاثة أشهر يعني هذا الرقم مبالغ فيه كبير هنا يحق لنا أن نتسأل هل هذا المبلغ الكبير فعلا يعني صرفها من أجل سلع مستوردة لا ينتجها العراق أخي الكريم يجب أن نعود إلى السياسة الأمريكية في العراق ووقت الاختلال وحالة التوافق ما بين إيران وأمريكا على الساحة العراقية أمريكا سمحت لإيران أن يكون العراق هو الرئى التي تتنفس منها لذلك تمت السيطرة على كل مفاصل الدولة العراقية وأهم شيء هو القطاع الاقتصادي لذلك إيران نعم سمح لها مثلا قبل أن نتحدث عن الزراعة والتصدير والاستيراد العراق منها مثلا قطاع الغاز يعني العراق مكبل لا يستخدم غازه طوال عشرين عام وهو يستورد الغاز الإيراني بعلم الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية التي تطلق التخصيصات التي تسمح للحكومة العراقية بإطلاق التخصيصات المليارية لإيران لذلك هذا عملية الاستيراد نعم خلال ثلاثة أشهر إيران خلال السيطرة على مفاصل الدولة العراقية لا تسمح بأي زراعة في العراق الشيء الثاني حالة الهبوط في قيمة العملة الإيرانية هو يبيع الفلاح الإيراني بأي سعر يعني رغم وجود هناك خلافات ما بين أمريكا وإيران في ملفات أخرى لكنها متوافقة مع الوضع على الساحة العراقية لذلك الفلاح الإيراني يبيع بقيمة 100 دينار أو 200 دينار للكيلو الواحد سواء من المنتجات الزراعية المختلفة في وقت أن الفلاح العراقي لا يمكنه أن ينتج بهذا السعر بسبب غلو الكهرباء مثلا إذا ماكوا كهرباء وطنية راح يشتري غاز ويحط مولد واستخراج مي أو نقل مي من النهار بالإضافة إلى الأسمدة بالإضافة إلى أجور الكراب يعني فقرات كثيرة وكبيرة تثقل على كاهل الفلاح العراقي تجعله لا يستطيع العمل لذلك هو من لا شارة لأنه ما عنده عمل آخر ينتج هذا الإنتاج ويبيعه بهذا السعر الرخيص لذلك إيران نعم تبادل بمليار أو أكثر من هذه الأرقام وأيضا هناك غايات أخرى تتضمن هذه الفقرات لأن إيران كما قلنا سيطرت على الساحة العراقية وهي من تبرمج حمل الاقتصاد العراقي وهي من تأخذ هذه الواردات بحجج أخرى لقضايا أخرى لذلك ترى العراق منذ عشرين عام لا صناعة ولا زراعة وهو بلد مستهلك لكل النفايات الإيرانية وكل الإنتاج الإيراني السيء ولن تجري إيران أي سوق مثل العراق لذلك هي متمسكة بأن يكون العراق هو المتنفس لها رغم وجود ما يسمى بالفصار الأمريكي على بضائعها أو على تصدير موادها ولكن العبر العراقية تصدر وتستورد وتعطي وتقوم بكافة المهام الاقتصادية ولكن الضرر الكبير هو على حساب الشعب العراقي وعلى حساب الثروات والموارد العراقية من هذه الأضرار أيضا دكتور يحيى هذا الرقم الرسمي المعلن لوردات إيران المصدرة إلى العراق هو ما يتعلق بالوردات الرسمية فقط مليار وستمائة يعني إذا تحدثنا والجميع يعلم هناك بضائع مهربة غير رسمية من إيران إلى العراق من المسؤول عن تهريب هذه البضائع إلى داخل عراقي وهي تضر طبعا بالاقتصاد العراقي حتما تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الأولى لأنها البلد الاحتلال التي دمرت السيادة العراقية وجعلت الحجود العراقية مستباحة وهي من عددت مراكز القوى في العراق من خلال وجود فصائل ومليشيات ومسميات أخرى كثيرة وهناك أيضا سيطرة على كثير من المنافذ سواء الرسمية وغير الرسمية من قبل هذه الفصائل والمليشيات لذلك الإدارة الأمريكية تتحمل ذلك أنها جعلت في العراق أسير للإرادة الإيرانية تتحمل ذلك أمام القانون الدولي وأمام العالم وتتحمل أيضا للأمم المتحدة التي تتفرج على ما يجري في العراق بوجود حكومة صورية تخضع للإرادة الإيرانية بشكل واضح وهي من تنفذ برامجها لذلك الحكومة العراقية لم تقم أو الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى حد هذه الساعة لم تقم بتشغيل المصانع استراتيجية لم تقم بعمل المشاريع الزراعية الكبرى التي تسد حاجة العراق والعراق كان مكتفي ذاتيا من القضايا الزراعية خصوصا الحنطة خصوصا الثروة الحيوانية مثل الأسماد مثل الأغنام ولكن الآن العراق في شحة كبيرة وسعود في الأسعار تتقي كاهل المواطن العراقي وتتقي القدرة الشرائية للمواطن العراقي ومع ذلك العراق مفتوحة أبوابه للمواد الإيرانية سواء التي تأتي بشكل رسمي أو تأتي عبر التهريب لا فرق في ذلك أبدا لأن هناك من يؤمن عملية الدخول وليس هناك من يمنع التهريب أصبح هذا واضح يعني سواء تدخل البضعة بالإطار الرسمي فتذهب هناك ضريبة أو لتشكيل كذا شيء صوري أما من الناحية الأخرى فهو يذهب باتجاه الميليشيات وباتجاه الفصائل الأخرى التي تستولي على هذه المنافذ وتأخذ جبايتها أو من هذه الموالي التي تذكر دكتور يحيان من المفترض أن يستفيد العراق من بعض المحاصيل التي يشتهر فيها العراق لتصديرها على الخارج كالتمور لكن المضحك المبكي حتى الآن يعني رسميا أعلنت أيضا إيران أن العراق استورد منها خلال العام الماضي 2023 تسعة آلاف طن من التمور الإيرانية ما الذي يعني أترك التعليق لكم العراق أرض السواد منذ الأزل لكثرة نخيله ومحصوله الزراعي نحن نلاحظ في الأسواق العراقية حقيقة وجود التمور الإيرانية بشكل كبير ومعروف هذا منذ عشرين عام بسبب تدمير المزارع التمور الشيء الآخر لم تقم الدولة بواجبها أو الحكومة بواجبها تجاه الفلاحين لم تجد هناك من يقوم بعملية حصر الإنتاج العراقي من التمور العراق كان مصدر رئيسي للتمور لدول العالم حتى أثناء الحرب الإيرانية وبعد الحرب الإيرانية بقى العراق يتميز بالمركز الأول بإنتاج التمور وتصدير التمور بكل أنواعك ولكن مع الأسف الآن أيضا هناك سيطرة على هذا السوق من قبل الجانب الإيراني وعدم كفاية السوق من التمور العراقية إلا الشيء القليل وهناك أعتقد أياد خبيثة تحاول تدمير الثروة العراقية سواء من الثمور ومن غير الثمور وإحنا شاهدنا قبل سنوات عندما اكتفى العراق من الثروة الحيوانية السمك وجدنا بأن قد تم وضع السوم في كثير من الأنهار لقتل هذه الثروة الحيوانية أو الأسمات التي كان سعر الكيلو بالنسبة للمواطن العراقي يشتري بـ 3000 دينار أما الآن السمك يشتري المواطن العراقي بأكثر من 10.000 دينار هذا هو مما يأمن عملية دخول الأسماك الإيرانية إلى العراق هذا هو الذي يجري وأيضا بالنسبة للتمور العراقية تم تدمير كثير من المشاريع الزراعية سواء من ناحية الجفاف من المياه أو عدم وجود خطة حكومية محكمة من أجل القيام القيام بواجباتها الزراعية من أجل الاتفاة الذاتي بالنسبة للدولة أضو اللجنة العليا لمثاق الوطن العراقي دكتور إحياء السومبول شكرا جزيلا لك